شركات ناشئة ليه أفرادنا فترة طويلة لهذه القصة؟ لأنه اهتمامنا بالشركات الناشئة مهم كون إن شركة تفشل، تتعثر، تفلس ده مش معناها إن كل الشركات الناشئة هتكون فشلة ومتعثرة كون إن في إدارة فشلت في إنها يجي لها فرصة وإنها تفشل أيضاً توسعت كثيراً حرقت أسعار استخدمت أموال في أمور محناش فاهمينها أصحابها هربوا أو يعني غير موجودين وده اللي بيحط عليهم علامات استفهام كتيرة وبيقول يعني معلش أنت يما تبقى واقف تدافع عن شركتك لكن قصة أن أنت تهرب وتخلع والناس ما تقبطش فلوسها والكلام ده كله ده بيضعك في مكان اتهام لا يمكن أن أنت والله بمليون بيان أن أنت تعدل وإنت كده عليك علامة استفهام كبيرة وعليك أن أنت تفهم أن أنت فشلت في هذه التجربة ولكن هذا لا يعني على الإطلاق أنه الشركات النشئة فاشلة الشركات النشئة حتقد يعني قادرة أنها تحقق نجاح كبير تمويلات اللي جاية لها ما بقيتش كبيرة زي الأول بعد الكورونا ولكن هي الأمل في المرحلة المقبلة المهم أن هذا يكون درس أن اللي عملته كابتر ما يتعمل شيء تاني لا من خلال المؤسسين وطريقة إدارتهم ولا من خلال حرق الأسعار والتوسع السريع والرغبة في النجاح والفلوس إحنا محتاجين إدارة حكيمة هي دي الفكرة فاصلوا ناركا ترجمة نانسي قنقر